هل العرب مستعدون أن يتوحدوا من أجل فلسطين؟ هلين؟ خلينا وقعيين يمكن إحنا 2024 دلوقتي من 10 سنين الرئيس السيسي أطلق دعوة للعرب لكي يتوحدوا التوحد طبعاً لابد يكون شامل شامل يعني لابد يكون توحد الوحدات السياسية الدول العربية لابد يكون فيه تكامل اقتصادي لابد يكون فيه جيش عربي موحد لابد كمان الشعوب العربية يعني تندمج توحيد عملة حاجات كتير جدا فالرئيس يمكن أطلق دعوة في 2014 في بداية حكمه لإقامة ليس جيش عربي لتحرير فلسطين ولكن كانت دعوة رقيقة جداً عايزين نعمل قوة عربية مشتركة لمحاربة الإرهاب بدل مثلاً ما يبقى فيه مجموعة من الإرهابيين يقتلوا مجموعة من المصريين في ليبيا فتطلع القوات المصرية تضربهم في ليبيا فيتقال في التاريخ أن مصر ضربت في ليبيا لا يتقال ساعتها أن القوة العربية بأوامر من جامعة الدول العربية وتصديق الرئاساء العرب قامت بدرب البقرة الإرهابية اللي موجودة في ليبيا بالتنسيق مع الإخوة الليبيين نفسه ده الكلام المحترم اللي المفروض نبدأ ثم بعد كده القوة العربية تتحول إلى جيش عربي يبقى كده توقع عمنا توحد عسكري بأكي نعمل سوق عربية مشتركة ونواحد العملة من أوروبا النهاردة لغت عملتها وبقت عملة واحدة اليورو أنا دايماً أقول حتى يعني على سبيل الفكاهة كده اللي ولدنا وأنا بدرس لهم طبعا نعمل إحنا العورو ما يبقاش فيه ريال ولا جنيه ولا درهم ولا دينار وبعد كده كمان نعمل تقارب بين الشعوب وبعضها وندوب الفوارق الطبقية اللي هي ظاهرياً يعني إن فيه دول غنية ودول فقيرة لا إحنا في النهاية محتاجين الأمن قبل الفلوس وقبل البترول وقبل السروات فالكلام ده كله لازم يعني مش عارف يعني هو طبعاً الدعوة لم تطلقى قبول وده يبقى في نفهم من أن ودير الحربية السوداني اللي جيه وفيه قاعد يعني وبعد كده ما فيش استعداد قرار بأنه من الاجتماع يتلقى حتى القوة العربية طيب إحنا كمصر والله جاهزين للوحدة وكل أدواتها موجودة عندنا وجاهزين ومؤسساتنا قوية وجاهزة من أول الاقتصاد لغاية القوة العسكرية لغاية القوة النعمة العربية عندنا الأدوات دي كلها ومؤسساتنا قوية جداً وعندنا خبرات ومراس حضاري وحاجات وتراكب خبرات مش موجود في بلد تانية المفروض يعني إحنا بلد المية وإن نقول 20 مليون النهاردة مثلاً عايشين في مصر قادرين على قيادة العرب وإحنا عمود الخيمة حقيقي اللي لسه باقي واقف ها دي المشكلة ده قادرك ده قادرك لعملة غيرة وعملة محاولة لصحب الدور ومحاولات يائسة لصحب السجادة في العسكرية وفي السياسة وفي الفن وفي الاقتصاد كل شيء صحيح في الإعلام صحيح ده حقيقي